مرحبا أصدقائي شلونكم؟ هلو كل الحلة بيكم في فيديو اليوم ونكملوا وياكم إن شاء الله كورس الانتعاش الصيفي وتعالوا اليوم أرجعكم لطفولة شوية ونسوي وصفات من جيل الطيبين من هاي اللي أحبها قلبكم وتبرد وتجرج همين على القلب رح نسوي مجموعة من الوصفات اللي هي الأزبري أو السلاش تحبون تسموه شوية من المثلجات وشوية من الفريزو من جيل الطيبين بعدة طرق وبعدة نكات اختاروا من عندها اللي يعجبكم بس قبل ما نبدي أتمنى تشتركوا بالقناة إذا كنتم ومشتركين وإذا حبيتوا تدعموني خلونا لايك من إيدكم الحلوة نقول بسم الله وبسرعة نبدي لتحضير وصفات اليوم رح أحتاج إلى قوالب الأيس كريم اللي تكون به الشكل هذا أما مصنوعة من السيليكون أو تكون بلاستيكية حسب المتوفر عدكم حسب الشكل اللي موجود عادي يستخدمه اللي متوفر عدكم رح نحتاج أيضا إلى هاي الأكياس اللي تكون رفيعة وطولية اللي رح نستخدمها لتحضير الفريزو اللي هي عبارة عن مثلجات تكون بشكل أصابع طولية هذي طبعا تلقوها عد المحلات مات الجملة اللي تبيع الأكياس النايلون أو أدوات الطعام البلاستيكية هاي تلقوها متوفرة هناك بسهولة وسعرها جدا جدا مناسب يجويها قمع بهشكل هذا على مود يسهل علي إضافة المادة بداخلها وبالتالي نحصل عليه مثلجات الفريزو رح نحطرها طبعا اليوم بعدة طرق واختاروا أنتو اللي يعجبكم والأنسب بالنسبة لكم وأكيد دائما احنا نبدي بالشغلات الصحية اللي نشجع عليها دائما رح نستخدم الفواكه لتحضير الفريزو مالتنا عندي هناك كوبين من الفراولة تقريبا 300 غرام من الفراولة غسلتها وقطعتها بها الشكل هذا رح أخليها في خلاط العصير وأضيف عليها ثلاث كوب من الحليب البارد وياها شوية من العسل أو ممكن السكر إذا حبيتوا تستخدمون أي نوعية فاكهة أخرى لكم حرية لاختيار ورح نحضر هسه سوية أكثر من نوع فصرعتكم أكثر من فكرة وأكيد تقدرون أنتو تبدعون براحتكم هسه بعد أن خلطت كل المكونات مع بعضها باستخدام القمع السيليكوني رح أضيفها به شكل هذا بالأكياس الصغيرة مالتنا بالنسبة للناس اللي يساكنين خارج العراق فتقدرون تلقون هذه الأكياس في كل المواقع مالت التسوق عبيته به شكل هذا ورح أغلق الكيس بمنتهى السهولة ويكون جاهز أنه نجمده رح نسوي أيضا فريزو أو مثلجات بالموز رح أحتاج إلى قطعتين أو ثلاثة من الموز حسب حجم الموزة اللي تستخدموها رح أقشرها وأقطعها به شكل هذا وأيضا أخليها بالخلاط ومثل ما اتفقنا تقدرون تستخدمون أي نوعية فاكهة أنتو تعجبكم إذا حبيتوا تخلطون أشياء ويلموز حسب رغبتكم كرز خوخ أنناس براحتكم بطيخة مينة يطلع كل شي طيب اللي يعجبكم ضفت لها ربع كوب من الحليب ويا شوية من العسل إذا ماكوا عسل ممكن سكر إذا ما تحبون تضيفون لا عسل ولا سكر وتكتفون بحلاوة الموز أيضا ممكن ويرهم ويشتغل بشكل هذا صار القوام مالت العصير مالتنا بصراحة هذه كلها عصاير وإحنا رح نجمدها ونستخدمها لتحضير الفريزو إنتو لو تدرون أهل المحلات والمعامل شنو يستخدمون لتحضير هذا النوع من المثلجات بعد ما تشتروها أبدا من المحلات اليوم إحنا دا نسويها بطريقة صحية خصوصا للأطفال اللي ما ياكلون الفواكه هاي الشغلات كلش رح تفيدهم ويتونسون عليها سووا لهم إياه بهشكل هذا على شكل مثلجات سواء فريزو أو حتى المثلجات اللي سويناها بالفيديوهات السابقة همين أترها متشتغل ورح يكيفون عليها رح نسوي أيضا مثلجات بالمنغة أو نكهة المانغو مثل ما يسموها استخدموا طبعا أي نوعية منغة متوفرة يومكم براحتكم قشرتها وقطعتها به شكل هذا مكعبات ورح أضيف عليها عصرة ليمون هل ستشوفوا هنا أنا مستخدمة ربع ليمونة حتى مونص مجرد هيك عصرة ليمون بسيطة ونقدر هميني أنضيف لها عسل أو سكر حسب رغبتكم ربع كوب من الحليب ما أريد أني هاي العصاير تكون كلش خفيفة فنضيف كميات بسيطة من الحليب نستخدم الحليب أفضل من المي حتى من أن نجمدها مصر عندنا صخرية وهي شي من نجينا أكلها تدفلش عندنا الأسنان فإضافة الحليب أفضل من إضافة المي هس نفس هذه الخلطات الطيبة اللي سويناها مالة الفواكه وزعنا جزء بأكياس الفريزو والجزء الآخر رح نخليها بقوالب الأيس كريم ممكن تسويها طبقات مثل ما دا شوفون ونبدي دائما بالخليط الأذقل أو الأذخن ومثل ما شفتوا بديت بخليط الموز وزعته بهالشكل هذا بعدين ضفت علي خليط الفارولة ثم خليط المنقة ومثل ما اتفقنا ممكن تسويها طبقات وتوزعوها بهالشكل هذا أو ممكن يعني تسويوا النوع واحد وتكون الأيس كريم مالتكم يعني نكهة وحدة ولون واحد راحتكم كلها ترهام كلها تشتغل صارت قوالب الأيس كريم مالتنا جاهزة أنه ندخلها للفريزر إلى أن تجمد وتتماسك وتكون بعدها ويانة جاهزة هذه كانت أفكار صحية لتحضير المثلجات أو الفريزر وما تجيل الطيبين باستخدام الفواكه وطبعا إحنا هاي الشغلات ما نلقاها بالمحلات لأنه يستخدمون نكهات وألوان صناعية أو حتى يستخدمون نكهة الكولا إذا حبيتوا تسوها أصدقائي فتقدرون تشترون بطل كولا ولا تنسون أن تشترون من النوعيات اللي ما تكون مدرجة على قائمة المقاطعة تركوا البطل مفتوح الغطة ماتة أقل شي فد نصف الساعة على موض يتخلص من أكبر كمية ممكنة من الغاز وبعدين تقدرون تعبوا بهشكل هذا بالأكياس أو ممكن تستخدمون العصاير اللي تكون بهشكل هذا تمباع على شكل يعني باودر تحلوها بشوية ماي بارد وتخلوها وهي طبعا أهل المعامل أو المحلات يستخدمون بهشكل هذا عصاير بنكهات وألوان صناعية ويعبوها بالأكياس وإحنا نشتريها بس مجرد يتبرد القلب إذا حبيتوا تسوون بهشكل هذا حبيتوا تسوها بالفواكه بالكولا براحتكم كلها طيبة وكلها تبرد القلب حبيت أنطيكم أكثر من خيار وإن شاء الله بألف صحة وعافية مقدما على قلبكم وشوفوا بسم الله ما شاء الله هذا شكلها بعد أن طلعتها من التجميد هسا أريدكم تكتبولي بالتعليقات شنو أكثر نوع أنتوا تحبوه ومن شنتوا صغار تروحوا للمحل وتشتروه أنا بالنسبة إلي شنت كلش أحب اللي بنكهات الببسي واللي بنكهات المشمش كلش كلش شنت أحبها والحد الآن يعني إذا أصر قدامي أروح أشتري هاي اللونين فكتبولي أنتوا بالتعليقات شنو ذكرتكم هذي الأيس كريم أو الفريزو وشنو أكثر نوع شنتوا تحبوه ودائما من تشوفوه بالمحلات تاخدوه سهمكم العافية أصدقائي تعالوا نشوفه السهل شنو طلعت وياني طبعا كلش كلش طيبة جربوها أصدقائي خصوصا الناس اللي عندهم أطفال وما ياكلون الفواكه دخلوا الفواكه النظامهم الغذائي بهاي الطريقة أو بالطريقة الأخرى ما تدون درمة أيضا اللي نزلت لكم إياها قبل فترة رح أخلي لكم الراوط مالتها صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق إذا حبيتوا شوفوها همينا كلش مفيدة إنه تستخدمون الفواكه بإعدادها وبالتالي تكون صحية وشي إحنا نسوي بإيدينا ونعرف إنه شنو مكوناتها وعلى النظافة وإن شاء الله تجربوها ولا تنسوني أكيد بدعواتكم الحلوة تعالوا هسا نحضر آخر نوع وياني واللي كلكم ده تنتظروه اللي هو الأزبري أو الاسلاش شو تحبون تسموه رح نسوي بطريقة من تشرع على التيك توك صارها تقريبا سنة رح نحتاج إلى نصف كوب من المي ويا ضرف من الجلي الجلي هذا اللي نستخدمه ويا لترايفل ممكن تستخدموه أنا جربته وطلع ممتاز حبيت أشاركوا إياكم الطريقة وأدعمها لأنه فعلا ناجحة ضفتوا إياها كوبين من الثلج ثلج مكسر كوبين ضفتوا إياها وخلطته بالخلاط لمدة من ثلاث إلى أربع دقائق حسب سرعة الخلاط مالتكم وحسب همينا نوعية الجلي اللي دا تستخدموها تأكدوا إنه حبيبات الجلي ذابت بالكامل وبعدين طفوا الخلاط مالتكم واستمتعوا بأطيب طعم وطبعا حضروا السلاش أو الاسبري بنفس الطريقة لأينكه أنتو حبيها جربت آني اللي بنكهت الكرز اللي بنكهت البرتقال أو المشمش جربت أيضا هذا اللي يكون بنكهت العلكة روعة كأنما أزبري مع المحلات جربوها الطريقة ناجحة وعلى ضمانتي تعالوا هسنا نوزعها ونهندسها ونرتبها بهذه الكاسات الحلوة مالتنة أو إذا حبيتوا تصبوها بقلاسات مثل المحلات عادي كلها ترهم كلها تشتغل وقد أحد يقول لي أنه مثلا الجلي بسكر أو ممكن يكون مصحي هي هاي النوع من المثلجات ما تصير أحسن من هالطريقة وبالنسبة للجلي فيعتبر أفضل من الطرق الصناعية الأخرى لتحضير الاسبري تكون بها نسبة السكر ترى أعلى وأكثر واستخدمون همين أصباغ وأدوان غذائية فبالعكس استخدام الجلي لتحضير الاسبري أفضل من الطريقة الأخرى اللي يستخدموها أهل المحلات حتى يصنعون كميات كبيرة من هذه المثلجات هندسناها ورتبناها بهذه الطريقة هذه وسهمكم العافية يا ربي طلعت كلش كلش طيبة سويت أنا مثل ما تشوفون اليوم كرنفال مع المثلجات حبيت أختم لكم كورس الانتعاش الصيفي بشغلات حلوة ومنوعة تستفادون من عدها إن شاء الله كل الفيديوهات اللي نزلت لكم إياها الفترة اللي فاتت كانت حلوة وبردت قلبكم واستفاديتوا من عدها أكيد كل تطبيقاتكم الحلوة تتواصلني على صفحة القناة بالانستجرام كلش فرحانة بيها ريتها صحة وعافية على قلبكم ورح انتظر هميني تطبيقكم الهاي لوطات الحلوة ورأيكم بيها ولا تنسون أكيد بالتعليقات تكتبوا لي شنو أكثر بنوع فريزو كنتو تحبوه من كنتو صغار وتشتروا من المحادلات شاركوني أذواقكم وتجاربكم وإذا حبيتوا تدعمون الفيديو بلايك حلو من إيدكم فلا تدخلون علينا أشوفكم إن شاء الله الفيديوهات جاي كونو علماء وعدو مع ألف ألف سلامة